بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحاشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خسونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كذب الله عليهم الجناء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أسونها فبإذن الله ولخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلت رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما فاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساقين ولذي القربى واليتامى والمساقين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المواجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبدوون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين ذبوا وأداروا الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في سدورهم حاجدا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يقصح نفسه فأولئك هم المفلخون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قنوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نتيع فيكم أحدا أبدا وإن كوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولإن قوتلوا لا ينصرونهم ولإن نصروهم ليولن الأذبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رحبة في سدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر فاسهم بينهم شديد تنسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعكنون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاكوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاكبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تقولوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذين إلا إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذين إلا إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرقون هو الله الخالق البارئ المسور له الأسماء الخسنى يسبق له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحاشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خسونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كذب الله عليهم الجناء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أسونيا فبإذن الله ولخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خين ولا ركاب ولكن الله يسلت رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما فاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساقين ولذي القربى واليتامى والمساقين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المواجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبدوون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين ذبوا وأداروا الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في سدورهم حاجدا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يقصح نفسه فأولئك هم المفلخون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحيم ألم تر إن الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نتيع فيكم أحدا أبدا ولا نتيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولإن قوتلوا لا ينصرونهم ولإن نصروهم ليولن الأذبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رحبة في سدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محسنة أو من وراء جدر فاسهم بينهم شديد تنسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعكنون كمثل الذين من قبرهم قريبا ذاكوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاكبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تقولوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائسون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذين إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذين إلا إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المسور له الأسماء الخسنى يسبخ له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحاشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خسونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كذب الله عليهم الجناء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أسونيا فبإذن الله ولخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خين ولا لكاب ولكن الله يسلت رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما فاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساقين ولذي القربى واليتامى والمساقين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المواجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبدوون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين ذبوا وأداروا الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في سدورهم حاجدا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يقصح نفسه فأولئك هم المفلخون والذين جاءوا من بعدهم يقولون رب نغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحيم ألم تر إن الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نتيع فيكم أحدا أبدا ولا نتيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولإن قوتنوا لا ينصرونهم ولإن نصروهم ليولن الأذبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رحبة في سدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر فاسهم بينهم شديد تنسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعكنون كمثل الذين من قبرهم قريبا ذاكوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاكبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولذنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي نائنا إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي نائنا إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المسور له الأسماء الخسنى يسبق له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحاشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خسونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كذب الله عليهم الجناء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أسونيا فبإذن الله ولخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خين ولا لكاب ولكن الله يسلت رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما فاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساقين ولذي القربى واليتامى والمساقين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المواجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبدوون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين ذبوا وأداروا الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في سدورهم حاجدا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يقصح نفسه فأولاء كوم المفلخون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحيم ألم ترئن الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نتيع فيكم أحدا أبدا ولا نتيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولإن قوتلوا لا ينصرونهم ولإن نصروهم ليولن الأذبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رحبة في سدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محسنة أو من وراء جدر فاسهم بينهم شديد تنسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعكنون كمثل الذين من قبرهم قريبا ذاكوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاكبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والذنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي نائنا إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي نائنا إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المسور له الأسماء الخسنى يسبخ له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحاشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خسونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كذب الله عليهم الجناء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أسونيا فبإذن الله ولخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خين ولا ركاب ولكن الله يسلت رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما فاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساقين ولذي القربى واليتامى والمساقين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المواجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبدوون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين ذبوا وأداروا الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في سدورهم حاجدا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يقصح نفسه فأولئك هم المفلخون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قنوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحيم ألم ترئن الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نتيع فيكم أحدا أبدا ولا نتيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولإن قوتلوا لا ينصرونهم ولإن نصروهم ليولن الأذبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رحبة في سدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر فاسهم بينهم شديد تنسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعكنون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاكوا وباد أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاكبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والذنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذين إلا إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذين إلا إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرقون هو الله الخالق البارئ المسور له الأسماء الخسنى يسبق له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحاشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خسونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كذب الله عليهم الجناء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أسونيا فبإذن الله ولخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلت رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما فاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساقين ولذي القربى واليتامى والمساقين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المواجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبدوون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين ذبوا وأداروا الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في سدورهم حاجدا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يقصح نفسه فأولئك هم المفلخون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قنوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نتيع فيكم أحدا أبدا ولا نتيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأذبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رحبة في سدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر فاسهم بينهم شديد تنسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعكنون كمثل الذين من قبرهم قريبا ذاكوا وباد أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاكبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولذنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي نائنا إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي نائنا إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المسور له الأسماء الخسنى يسبخ له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحاشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خسونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كذب الله عليهم الجناء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أسونيا فبإذن الله ولخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خين ولا ركاب ولكن الله يسلت رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما فاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساقين ولذي القربى واليتامى والمساقين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المواجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبدوون فضلا من الله وردوانا يبدوون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسولا أولئك هم الصادقون والذين ذبوا وأداروا الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في سدورهم حاجدا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يقصح نفسه فأولئك هم المفلخون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحيم ألم تر إن الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نتيع فيكم أحدا أبدا ولا نتيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأذبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رحبة في سدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر فاسهم بينهم شديد تنسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعكنون كمثل الذين من قبرهم قريبا ذاكوا وباد أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاكبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والذنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي نائنا إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي نائنا إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرقون هو الله الخالق البارئ المسور له الأسماء الخسنى يسبق له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحاشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خسونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كذب الله عليهم الجناء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أسونيا فبإذن الله ولخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلت رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما فاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساقين ولذي القربى واليتامى والمساقين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المواجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبدوون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين ذبوا وأداروا الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في سدورهم حاجدا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يقصح نفسه فأولئك هم المفلخون والذين جاءوا من بعدهم يقولون رب نغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحيم ألم ترئن الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نتيع فيكم أحدا أبدا ولا نتيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولإن قوتلوا لا ينصرونهم ولإن نصروهم ليولن الأذبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رحبة في سدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر فاسهم بينهم شديد تنسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعكنون كمثل الذين من قبرهم قريبا ذاكوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاكبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولذنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تقولوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائسون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذين إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذين إلا إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرقون هو الله الخالق البارئ المسور له الأسماء الخسنى يسبخ له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم